للمزيد بينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات الزميل أحمد الحسيني مراثل التلفزيون المصري يعني أحمد ما جديد لديك تحية لكم بالفعل منذ قليل عقد المستشار أحمد بنداري مطمرا صحفيا تناول في آخر المستجدات فيما يخص تصويت المصريين في الخارج منذ قليل فتحة اللجنة الأخيرة في لوس أنجلوس أبوابها أمام الناخبين عندها الساعة التاسعة صباحا بتوقيت لوس أنجلوس السابع مساء بتوقيت مصر وبالتالي نتحدث عن 137 كونسولية وصفارة فتعة أبوابها في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية أمام الناخبين شدد المستشار أحمد بنداري في كلمته منذ قليل في المؤتمر الصحفي على أن جميع الأمور ميصرة أمام الناخبين يتم التصويت من خلال إما بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية أو من خلال جواز السفر وتحدث أيضا مع عدد من سفراء مصر في الخارج وتأكد من جاهزية جميع الاستعدادات وأنه لا توجد أي مشاكل فنية وأكد لهم أنه يتابع معهم ساعة بساعة إذا كان هناك أي سفسارات بخصوص العملية الانتخابية أو عملية التصويت أو إذا كان هناك أي مشاكل فنية يمكن علاجها حتى الآن وكما أعلن منذ قليل المستشار أحمد بنداري تم غلق نحو 28 لجنة أو سفارة أمام الناخبين بعد انتهاء التصويت أو وصلت الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل بلد وفي باقي اللجنة حو 109 لجنة أو سفارة مازال مستمر فيها التصويت حتى التاسعة مساء وكما نلاحظ أيضا نحن هنا في غرفة العملية المركزية لألهاء الوطن الانتخابات عملية التصويت مستمرة أيضا في عدد من الدول العربية كما في السفارة في أبوظبي أو في الكويت وإذا اتجهنا أيضا إلى السفارة في الدوحة وفي مسقط وفي عمان وفي جدة بالإضافة أيضا إلى الدول الأجنبية في بريطانيا أو لندن وفي ميلان وروما وكذلك في المنام وبالتالي نحن نتحدث عن سلاسة في العملية الانتخابية تسير بشكل متواصل كما أكد سفراء مصر في الخارج حينما تحدث معهم المستشار أحمد بنداري وتتواصل عملية التصويت حتى التاسعة مساء ونتبهها معكم لحظة بلحظة واسعة بساعة حتى انتهائها يوم الأحد بعد غد بإذنك أكيد بالتأكيد أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا لك ودائما معنا ومطلعنا على آخر الأخبار من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات